السلام عليكم يا شباب. يا رب كله يكون بخير. ان شاء الله نكمل شرح باقي هذا المنهج. هنبدأ ان شاء الله نتكلم على حاجة اسمها الـ SVM. طيب هو الـ SVM هو عادي زيه زي Linear Models اللي احنا كلنا بناخد بناخدها يعني. ولكن هو هدفه بقى ان هو يجيب احسن Linear Separator يقدر ان هو ايه؟ يقدر ان هو يسيباريت الـ Data Points بتاعتنا يعني. وبعد كده هنشوف برضو الـ Non Linear برضو بيتعامل معه زي وكده ولكن احنا في القوة زيادة من المقدرة او الفيديو ده يعني اللي هنتكلم عنه ايه؟ عن الـ Linear Separator يعني. مشي فده Support Vector Machine او الـ SVM يعني. طيب احنا نبصينا هنا على الثلاثة Linear Separators دول. زي ما احنا شايفين هما الثلاثة Linear Separators بيعملوا classification لكل الـ Data Points اللي عندنا بشكل مسبوك. يعني كده او هنا الفوق ده او الـ Line ده بيقدر نوعي سيباريت الـ الأخمر عن الأزراء هنا نفس الكلام بيقدر سيباريت الـ الأخمر عن الأزراء وهكذا. بس احنا لو اخدنا بقى بصة عامة كده عن الايه؟ لو اخدنا بصة عن الـ Three Linear Separators دول. انت فراعيك مين احسن واحد فيهم؟ بالضبط غالبا هتلاقيك بتقول ان ده احسن ايه؟ بتقول ان ده احسن فيهم. ولو سألتك ليه؟ هتقول يعني شكل اولا احسن. ثانيا هتقول ان هو عشان المسافة ما بين الـ Point اللي هي الـ X هنا وبين الـ Linear Spirator ده والمسافة بين الـ Point الزرع دي وده كبير على حد كبير. لكن هنا مساءً ده ورايب اوي من الـ Point دي. وهنا برضو ده الـ Linear Spirator ده ورايب اوي من ده. بس فانت بستنس كده هتقول اه لأ ده تاريت واحد ده شكله ايه؟ شكله احسن واحد فيهم اصلا. تمام؟ تعال ما هنعرف هو ليه فعلا احسن واحد فيهم؟ هو احسن نوعات فيهم اولا لانه سايب مورجن كبير اوي. آآ فبيسمح لي ان لو خصل مثلا ايه؟ احنا طبعا عارفين شغلنا ده بيبقى على ايه؟ بيبقى على الترينينج داتا ست. فلو خصل مسلا ان انا جالي X كمان هنا. تمام؟ طبعا انا لو عندي X كمان هنا وانا بشتغل مسلا بالـ Linear Spirator ده. ده معناه ان هو غالبا هيعمل ايه؟ هيعمل مسكلاسفيكيشن. هتلاقي ان انا لاجهت في الـ Test Set الـ Point دي عشان الله مسكلاسفيكيشن. تمام؟ ونفس الكلام برضو هنا ان انا لو عندي مسلا O قريبة شوية او من اقوارها شوية. الـ Variance مسلا بتاع الـ Plus ده كان كبير شوية. فساعتها الـ Linear Spirator ده هيعمل ايه؟ هيعمل مسكلاسفيكيشن. فالـ Line ده احسن واحد فيهم لانه ما يدي مورجن كبير اوي ما بين اقرى Point من Class الـ X و اقرى Point من Class الـ A من Class الـ O. فده بيسمح لي ان يكون عندي مسلا Variance اكبر شوية هنا في الخلاص ده. وكمان Variance اكبر هنا في الخلاص ده. فده ايه؟ بيخليني اقدر ان انا اجيب او اعمل بشكل ايه؟ بشكل احسن يعني. فهادي الفكرة يعني بتاعت الـ SVM ايه؟ بشكل عام يعني. تمام؟ آآ ماشي. فهنا نفس الكاملة كنت بقول لك انه ببساطة انا بقول ان ده احسن لان الـ Redius بتاع عرب Point عندي الـ X والـ Redius بتاع عرب Point عندي الـ Y بيبقى كبير ايه؟ بيبقى كبير بقى مقارنة بيبقى الايه؟ بيبقى الـ Points. يعني هنا مثلا زي ما تشايف الـ Redius صغير اوي. فده معنا انه غالبا هيكون احتمالية الـ Error هتبقى كبيرة اوي لما اجي طبق على الـ Test Set وهنا نفس الكلام. هنا برضو صغير هنا كبيرة شوية بس اصغر بكتير او من ايه؟ من ده. فاحنا دايما بيبقى هدفنا ايه؟ بيبقى هدفنا ان احنا نعمل حاجة اسمها Separator Safe او Safe Separator بعيس ان هو يكون عنده ايه؟ ريديس اكبر وده بيساعدنا طبعا ان احنا نقال الاحتمالية حدوث الـ Error اا او عشان نبقى نقدر ان احنا بقى عندنا Noise Tolerance اكتر بالنسبة للموديل بتاعنا ايه تمام؟ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اوكي ايه؟ بس فعينا بقى ايه؟ بيقولك لو فاكرين من الحد بتاعة محابط الديكاتوميز وكده فهو بيقولك انه هو المكسوم مارجن ده بيقدر انه هو يعمل شاترينج لديكاتوميز اقل ومعنى انه هو بيعمل شاترينج لديكاتوميز اقل ده معنى انه انا بقدر انه اعمل شنراليزيشن بشكل ايه؟ بشكل اخسن يعني اه اوكي ماشي اه طيب احنا دلوقتي ببقى عندنا ايه؟ اللاين ده طبعا مش لازم يكون اللاين عادي وممكن يكون او اي حاجة فمعنى انه هو كيكون او كده فحنا بنسمي ايه؟ بنسميه هيبر بلين تمام؟ بس فبيقولك بقى ايه؟ بيقولك احنا المارجن او اسباريتنج هيبر بلين هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الديستانس بين الهايبر بلين and the nearest point to it. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي لما كنا في التامسلايد اللي فقيته كنا هدفنا ايه؟ انا عايز اجيب السباريتور او line separator او هيبر بلين وتيفر ويكون هو عبارة عن ايه؟ يكون بقدر يفرق يعني ما بين ال two classes دي او الحاجة ولازم يكون بفرق صح يعني ما بين كل ال data points دي او الحاجة. تاني حاجة ان انا عايز اكبر المارجن. طب يعني ايه اكبر المارجن؟ فهو انا بيعمل definition للمرجن. بيقولك المارجن هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن مسافة ما بين ال separator اللي انت اخترته واقرب point ليه من الايه؟ من ال classes يعني تمام؟ فالpoint دي. فانا مثلا المارجن بتاعك فبش لازم يكون ما بين ال two classes لا هو بين class واحد يعني انا المارجن ما قاسش لحد ال point الزرق. هو اول لما بيغبط في data point فده بيبقى ايه؟ ده بيبقى المارجن بتاعي. فبص هنا هتلاقي ان المارجن صغير اوي اوي تمام؟ هنا المارجن كبير شوية هنا المارجن اكبر حاجة. فاحنا هدفنا دايما ان احنا لوصل لايه? لاكبر مارجن عشان نقدر ان احنا يبقى عندنا ايه؟ طوليرنس للنويز تمام؟ فده اول حاجة معنى ايه؟ معنى المارجن يعني. اه بعدك يقولك the margin of separator denotes اه denotes اذا ماكسمو ما تتجتمع اما هو نفس اللي هكونو متكلم فيه يعني. ماشي. اه طيب ماشي. فهو اينا بقى بيبدأ يتكلم في ايه؟ بيبدأ بقى او عايزين نعمل ايه بقى في كامل السلايد اللي جايين دولو عايزة تركز معا فيهم لان فيهم شوية math كده. فعايزين ايه؟ نركز مع بعض يعني. هو اينا بكل اللي بيهايبدأ يعمله ايه؟ ان هو يعرفك يعني ايه plan وبعد plan وبعد ما عرفك plan هيبدأ ان هو يقولك ازاي ان احنا نحسب المسافة ما بين ال plane وال point اللي مقبوضة عندنا في ال space. وكمان بعد كده بقى ايه؟ ان مش انا عايزة احسب المرجن يبقى انا عايزة اجيب اقرب مسافة. فاقرب مسافة دي اللي هو انا اجيب المسافات وقدر ان انا اعمل ايه? minimization عشان اقدر اجيب ايه? اقرب مسافة. فاحنا بقى الكامل السلايد الجايين هو ده هيبقى ايه؟ هو ده هيكون هدفنا يعني. فهو انا ببساطة بيقولك اي بيقولك والله ال hyper plan h defined by b و w احنا عندنا hyper plan dha. اللي هو ده ماشي. ده متعرف بايه? متعرف بال b متعرف بال w. تمام? زي اي ايه? زي اي linear equation او اي اي plane عادي شغالون بايه. تمام? فحنا كنا دايما لما حتى كنا شغالين مثلا بال linear regression او whatever. كنا دايما المعادلة الخطة كنا بنقول ان هي w ايه? w fix تمام? وكنا ال w d including من اول w zero وكنا ساعتها بنقول w zero ده معناه ان ال x هتبقى اا يعني هتكون شغالين هو ده البايس. ال w zero d اللي هي البايس بتاعنا. وبعد كده بقى الحاجات هتكون w w one في x one w two في x two هكزا يعني. فهو احنا هنا بقى هنعمل ايه? هنعمل separation ال w zero دي. بدلا ما كنا دايما بنعمل لها including جوة جوة ال equation بتاعتنا اللي احنا هنطلحها برا فيبقى عندنا البايس لوحده. عادي ازا كناها مسلا معادلة perception او ايا حاجة. ماشي. فدي اول حاجة هنعملها. التاني حاجة هنعملها ان احنا هنبدأ ان احنا ايه نشوف بقى ان دايما شغالينا هيكون باعتبار ان انا اقدر تجيب البلين اللي بي satisfy ان كل حاجة حصل لها classification بشكل صح. تمام? فده اا معنى المعادلة اللي قدام جديد. لما ايجي يقول لك انه ال fiber plane defined by w بيقول لك separates data if and only if. ان كل for all data points اللي هو من n واحد لحد ده. ده for all data points. ماشي? لما اجي اضرب ال wt في ال xn اه واجمع عليها ال boys بتاعي لازم يكون التكلام ده. اه لما اضربه في ال while اللي هو اسمه ده ال golden outcome بتاعي. انا عارف ما شغال supervised learning. فانا معي ال label ومعي ال prediction بتاعي. فلما اضرب ال label في prediction بتاعي لازم يكون ال a لازم يكون ال value اكبر من الصفل. ليه لان هما لو انا عملت prediction negative one فلازم يكون ايه لازم يكون golden outcome negative one وساعتها بما انهم عندهم نفس sign فلازم دايما ان هو يكون ايه لازم ان هو يكون دايما اكبر من الصفل. ده معناه ان انا كل شغالينا هيفترض ان انا خلاص لقيت ال sbm اللي بتقدر ان هي تعمل separation لكل ال points من غير ما تعمل اي ايه من غير ما تعمل اي miss classification. تمام? دي اول حاجة. تاني حاجة بيقول لك بما اني انا ده ال plane بتاعي ماشي? بما ان ده ال plane بتاعي اللي انا طلعته. فانا ببساطة قادر اعمل plane كمان كده صح? وال plane ده برضو هيكون بيستاتسفاي نفس ال equation in wtx plus b equal zero تمام? وبرضه هيكون بيستاتسفاي ال equation اللي فوق. فانا انا عندي weights كتير جدا اقدر اكون بيها ال plane بتاعي. انا مش عندي واحد ده انا اقدر استخدم اي plane. زي بزبط لما كنا بنقول ان انا اقدر اطلع اي ايه? اي line وهكزا. ماشي ماشي. فهو بيقول لك ايه? بيقول لك انا عايزين ندفاين حاجة اسمها row. ال row ده عبارة عن ايه? ال row ده عبارة عن ال row. اه ماشي. هو هنا. ثانية اخر كده. طيب هو هنا عمريبا. هو هنا كل الهدف بتاعه ايه? ان انا عايز اجيب row. مش هنا قلنا ان انا عايز اجيب ال plan او ال plane اللي يقدر ان هو يكون عنده اا minimum value بتاعة ال value دي. بتاعة ال equation بما ان اصلا عندي كزا كده. بما ان عندي كزا equation ممكن تستفاي ال equation دي. فانا عايز اعمل ايه? انا عايز اجيب المانيوم بتاعه. ليه اجيب المانيوم بتاعه? انا ببساطة بعمل ايه? انا ببساطة ال x انا عايزك بس تتخلي براك مالحاج. ماشي? اولا اه فاني انا كيني القلم. طيب اولا انا ده ال plane بتاعي. فانا ايه point على ال plane عندي بيبقى اسمها x. ماشي? ال point اللي فوق بقى ال space. طعم? ال point في ال space بيبقى اسمها x ايه? xn يعني. ولان دي بيدي يونيت بقى كل ال ايه? كل ال data points اللي عندي في ال space يعني. طعم? فانا ايه انا عايز اعمل ايه? انا بما اني كده كده عايز ال weights اللي بتستفى ال equation دي. يبقى انا عايز ان انا احط weights جنب ال xn بقاس ان هي ايه? تستفى ال equation دي. واحنا كنا لسا مجرولي ان انا ممكن يبقى عندي كزا weights بتستفى ال part ده. فانا ببساطة عايز اعمل ايه? انا كنا لسا لما كنا من كم سلايد كنا منقول ايه? كنا منقول ان انا. طعم طلعش ايه. كنا منقول ان انا عايز اوصل لا ايه? لا اقرب point ليه. اه اه از في ان بتاعي. عايزة عشان احسب المرجن. فانا محتاجة اخبط. فاقرب point عندي. فانا عشان اجيب اقرب point يبقى انا محتاجة اجيب الايه? المانيمم ديستنس ما بين البلين بتاعي واقرب point. فهي equation دي بتعمل كده. ماشي? اه ماشي. طيب. فال equation دي بتعمل كده. equation دي بتبقى هدفها ان هي تروح تجيب اقرب point للايه? للهايبر بلين بتاعي. اه ماشي. طيب وبعدين وبعد كده برضو في حاجة. انا دلوقتي لو الويتس دي روحت ومتضربت دي كلها في اتنين. هيحصل حاجة? مش هيحصل حاجة. انا كده قدرت ان انا اجيب plan تاني بس بويتس اعلى شوية. وفي نفس الوقت لسه بستلسفى ال equation. لان انا كده كده الطرف اليمين عندي بزيرو. فانا اقدر في الاخر ان ايه اضرف اي constant value. والconstant value ده. والconstant value ده مش هغير اي حاجة في معنى ال equation. فعشان احنا بما انه كده كده اي scaling اي scaling مش هغير عندي في معنى ال equation. فخلص انا اقدر ان انا اعمل ايه? هعمل normalization. عشان ما ابقاش مهتم ان انا ايه? اه ما ابقاش مهتم ان انا اشوف ال real value لل ايه? لل distance دي. انا عايز ان ال minimum distance بتاعت ال row دي. خلص انا دايما هعتبر ان اقرب حاجة بالنسبة لي. ها واحد. طبعا ازاي اقدر اعتبر ان minimum distance بالنسبة لي واحد. خلص مش انا عارف ان ده minimum distance. انا جبت ان ده ال row مسلا. وانا عارف ان ده minimum distance. وانا عندي وسلا point تانية هنا. ماشي وانا افترض ان وسلا دي اكس ثري مسلا. فخلص انا اخد ال distance دي واسمها على ال row. فانا لو خدت ال distance دي اسمتها ال row هيطلع لي واحد. ده اللي هي minimum distance. لو خدت بقى distance دي مسلا وانا افترض دي رو اتنين مسلا اسمتها على row. فخلص انا كده هيحصل ان انا عندي distances كلها هتبقى normalize relatively ال row اللي هي minimum distance بتاعتي. ولما هيجي احسب ال row او 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 لما هيجي احسب ال row انا كده كده عارف ان ال row دايما بتاعتي هتبقى ايه هتبقى بواحد او minimum distance بتاعتي او aura point عندي من ال space لل plane بتاعي هيكون بايه هيكون بواحد. فالهدف او الخطوة دي عملناها ليه هتسايل علينا اولا في ال calculations وقدام ثانيا عشان انا كده كده عارف ان ال scaling عندي مش هيفري في حاجة. ال scaling عندي عمره ما هيغير المعنى بتاع ال equation بتاعي لان انا كده عارف لان انا كده كده عارف ان ال right side عندي كده كده ايه ب zero. فانا هعمل normalization لكل ال weights اللي عندي في ال ايه لكل ال distance اللي عندي في ال space يعني. بحاجة ان اقرب distance تكون عندي ايه تكون عندي بواحد يعني. ماشين? فهو ده اللي عمله في السلايد اللي جاية ثانيا عادي كده. او فهو انا عمل ايه في السلايد دي? اللي عمله في السلايد دي انها ببساطة راخت قال لك ايه? قال لك انا عايز اما يمويز yn. اه دي كده كده الايه. ده ال plan بتاعي. فانا عايز اعمل ايه? عايز اه 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 يعني هعمل normalizing لكل ال ايه? لكل ال weights اللي عاد. طبعا احنا عارفين ايه ده ال w zero فانا برضا هقسمه على ايه? هقسمه على رو وهنا نفس الكلام. اه بس فانا كده عملت reskilling لل weights وبرضا ده هيخلينا اوصل لنفس ال hyperplane بس بايه? بس بي normalized weights. ماشي فداي بشكلها. طيب وبعدين انا نمسح الكلام ده. اه ماشي انا دلوقتي لو خدت ال ال row دي كده من ال equation دي common factor. فهيحصل ايه? هتلاقي ان انا عندي واحد على رو برا. مضروف فيه. وطبعا انا ممكن اخرجه كمان برا ال minimization عادي. وانا هبقى عايز ا minimize mean yn w transpose xn زايد b. طبعا انا مش عارف ان ال equation دي بالزبط هي هي. اللي هي اقرب point دي. اللي هي كانت في اللي فائدت. انا قلنا كده غالبا هقفل ده. غالبا انا هجيب ال pin من هنا عشان ايه الموضوع يبقس. مش هي دي نفس ال equation دي بالزبط اللي هي yn w transpose xn زايد b. مش هي هي دي بالزبط. اه فانا كده عارف ان ال minimum بتاع الكلام ده هو ال row. طب بما ان اعارف ان ال minimum بتاع الكلام ده هو ال row. ايه بقى انا قدر اشيله وعود عنه برو. وانا عندي برا رو. صح? فكده انا قدرت ان انا اوصل لايه? اوصل لوحد. تمام? فكده انا وصلت لايه يعني او اللي انا عملته ايه? ده كان الاسبات اللي كنت اولك عليه. ان انا عايز بس ان انا اقول ان اقرب او المسافة ما بين اقرب point عندي وال plane اللي انا هطلعه دايما هتكون بايه? دايما هتكون بواحد. فهو ده ايه? هو ده بس الاسبات بتاعي او ال derivation بتاعي التدية. اه ماشي? فخلص كده دايما ايه او لما هتقابلنا ال row او هتقابلنا اه ال point اللي احنا هنفترض ان هي هتكون اقرب point ده لل plane هنفترض دايما ان هي ايه? ال distance بتاعها بايه? بواحد. فخلي بالك من ال equation دي. ال equation دي رقم اتنين ماشي? اه خلي بالك منه وخليك فكرة عشان ان نستخدمها ايه? هنستخدمها قدام. اه ماشي. طيب. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل ايه? احنا عايزين نحسب المرجن. يعني عايز احسب المرجن. لان انا خلص بقى معايا wait. ماشي? اه بقى معايا. انا طلعت plan و plan مسلا وبعد طلعت plan ده انا عايز اعمل ايه? عايز اشوف المرجن بتاعها هيبقى قدي. يعني انا بس هنا طلعت plan ده وعايز اشوف المرجن بتاعها قدي. طلعت plan ده وعايز اشوف المرجن بتاعها قدي. وهكذا. طب احنا احنا نعمل كده ازاي? تعال نمشي في ال derivation. اول حاجة خلص عايزك تبع عارف ايه? اول حاجة عايزك تبع عارفها ان انا دايما لو عندي plan ماشي? اللي هو ال equation بتاعتي plan عبارة عن ايه? احنا كنا بنقول ال equation بتاعتي plan عبارة عن wx plus b. صح? فانا دلوقتي لو انا عندي two points على plan. ماشي? وانا اختار ان هي اكس داش واكس دابل داش. لو انا خطيت ال two equations جوة المعادلة دي. ماشي. اه فانا اقدر اقول هما الاتنين طبعا بيساوي زيرو. فانا اقدر اقول ايه? انا اقول ان انا عندي wx. بما ان هما الاتنين على plan فهما ده معنا ان هما الاتنين بيعملوا satisfying لل equation. يعني مش مش مهم ان هما بيساوي زيرو قلقا. بس هو المفروض هيكم بيساوي زيرو لدي معادلة ما علينا. المهم يعني بما ان هما الاتنين موجودين على plan فده معنا ان هما الاتنين بيعملوا satisfying لل equation. بما ان هما الاتنين بيعملوا satisfying لل equation يبقى انا اقدر اقول ان هما two equations add بعض. يبقى wx داش بلاس بي equal wx دابل داش بلاس بي. ماشي. كده كده انا عارف ان بي ده constant فقولوش علاقة بال ايه? بال x يعني. فلو انا اقدر يعني بما ان انا وصلت للمعادلة دي فانا اقدر اجيب الجوزة ده في النحاء دي صح? اجيب دول انا خليهم هما الاتنين في نفس السوية. فيطلع عندي ايه? يطلع عندي ان w x dash minus x double dash. ماشي. اه equal zero. طب ده معناه ايه بردو? ده معناه ان ال dot product ما بين ال w وما بين ال x vector مش. ال vector ده معناه ان انا بطرح vector من vector فكده ايه? ففي كده vector ما بين ال two points دول. انا عندي two points على plane وبطرحهم من بعض فانا اقدر اجيب vector ما بينهم يعني. تمام? فكده ده معناه ان الاتنين دول perpendicular على ربعة. وانا عارف ان ال point x دي موجودة على ال plane. فبما انه او plane. فبما ان ال w perpendicular على الفكتور ده. فده معناه ان ال w هي كمان perpendicular على الايه? على ال plane اللي انا اه طلعه. فدايما او المعلومة من ال slide دي عايزين نقول لك ايه? نقول لك ان دايما ال w هتكون perpendicular على ال hyperplane اللي انت بتطلعه يعني. تمام? فدي حاجة لازم ايه? هنستفيد بيها بس خليها دايما في مالك. وده الاسبات بتاع ال ايه? بتاع الكلام اللي كنت لسه بقول لك عليه طيب. وبعدين. دلوقتي انا عايزك بقى ايه? عايزين كده نرجع كم حاجة غالبا كم slide دول مش تلاقيهم عندك عشان ايه? انا كنت بس بقى راجعي ال projection عشان دي حاجة مهمة هنستخدمها قدام. فاني يبقى راجع معايا كده وبرضو غالبا هتلاقيين سبب ال slides في ال description يبقى ايه? لو عايزة امص عليها ايه. ما علينا. عايزين بس بقى يعني ايه اصلا ماشي? عشان احنا نستخدم ده قدام واحنا بين ايه? واحنا يعني هنستفيد بي يعني. طب هو يعني ايه اصلا انا دلوقتي لو عندي فيكتور اسمه ايه? ماشي? عندي فيكتور اسمه ايه? وعندي فيكتور تاني اسمه ايه? اسمه بي. ماشي? ادي فيكتور ايه ده? ماشي? وده فيكتور بي. هلو جدا هلو جدا. طيب. انا عايزة اجيب ال projection يعني انا بقيت لما اقول لك انا عايزة اجيب ال projection بتاع ايه? على الفكتور التاني اللي اسمه بي. يعني ايه اصلا اعمل حاجة شبه كده? ده معناه ان انا عايز اقول لو انا عندي مسلا اللمبة موجودة هنا كده في ال point اللي انت شايفها دي. ماشي? لو انا اللمبة دي او sunlight ده مسلا خبط في ايه? خبط في الفكتور ايه? هيقع فين فين بالزبط عند ال point b. هيقع فين بالزبط? او ايضا ان هو يطلع فيكتور عامل ازاي? في نفس الاتجاه بتاع ايه? في نفس الاتجاه بتاع بي. فهو انا معناه ايه? بيقول لك when we say that we need to evaluate the projection of vector a on the vector b. we can represent it mathematically like. ده الرمز اللي احا بيقوله. projection of subscribe b. اه ل ايه ده معناه? ان انا عايز اعمل projection لل ايه? في اتجاه المين? في اتجاه البي. ماشي? بقول لو انا عملت. لو انا نزلت الفكتور ايه ده? على الفكتور b. لو انا خليتهم فوق بعض? الفكتور ايه ده هيبقى? الinity value بتاع S يعني. وعايز اجيب برضو بتاع C. الف circles. ده معنى ان انا اجيب بتاع AI? على ايه? على الفكتور بي. طيب. انا مامل كده ازاي؟ او ممكن افكر فيها بطريقة ازاي. هي بيقول لك هنا. بيقول لك عندك مسلا لمبة او sun light بيقع على على الفيكتور ايه ده. حلو. فاحنا عايزين نعرف الضل بتاع الايه هيبقى هيقع فين بالزبط على دي. زي بالزبط اللي احنا وسلا عندنا ايه. عندنا شجرة كده مسلا. ماشي. والشمس خبطة في الشجرة. فانا عايز اشوف الشجرة دي الله لما هيقع على الارض هيقع فين بالزبط. الpoint اللي هيقع عن ده. ماشي. فالشادو ده بالنسبة لي هو عبارة عن ايه. عبارة عن فيكتور. هو الشادو اولا في الاتجاه اليمين ده. ماشي. وكمان ال value بتاعته او ال length بتاعه مسلا ان افضل انه هو بخمسة. ماشي. فهو ده بالزبط معنى ال projection. انا عايز اشوف لو انا عندي حاجة عملت له اسقاط على مسلا فيكتور تاني. عايز اشوف مسلا هيقع فين المجنيتوب بتاعه هيقع فين وكمان الاتجاه اللي هو هيقع فين. ماشي. ده بس كانتويتشن اللي معنى الايه؟ ال projection. طب تعالنا يعرف هو بيتحيزه ازاي بعد. دلوقتي انا لو انا عندي زي ما كنا شايفين كده انا عندي فيكتور ايه؟ ماشي عندي الفيكتور اتقل يắtى عشان الات 방법 يستخبه. ايه مش هي اهو طيب انا تو Bruito اه. انا دلوقتي لو انا عندي فيكتور ايه في الاتجاه دا? حلو وانا عارف ان ده فيكتور بي طب انا عايز اجيب مين? انا عايز اجيب ال ما journalist اللي هو هده. طب انا عشان اجيب الفيكتور ده اجيبه ازاي؟ اولا انا عايز اجيب U اللي هي بغى بيكتور U ده.isan 유 لان انا كاي كده عارف ان انا بعمل في اتجاه فيكتور بي. فخلاص يبقى اتجاه هو هو نفس الاتجاه بتاع الـ A بتاع الـ Vector B فأنا دي حاجة سهلة أقدر أسمعه على قول طب أنا دلعتي لو أعايز أجيبي الماجنيتيوب بقى بتاع وأجيبي الماجنيتيوب إزاي أنا مش معاي الـ Cosine Theta مش أنا معاي الثيتا أو معاي الـ Angle ما بين الـ Vector A والـ Vector B صح فأنا أقدر أقول إيه أقول والله أنا أعرف أن الـ Cosine Theta هو بيساوي عبارة عن إيه هو عبارة عن الـ Adjacent على الـ Hypotenuse ماشي فـ الـ Executive بتاعه اللي هو عبارة عن إيه الـ Adjacent بتاعه اللي هو الماجنيتيوب ثانية واحدة الـ Adjacent بتاعه هو الماجنيتيوب بتاع الـ Vector بتاعي مالعي زولونة غيره ده عشان أصلك كده إيه نعم ماشي يبقى كده أوه أنا دلوقتي عايز أجيب الـ Cosine Theta فمع عشان أجيب الـ Cosine Theta هو عبارة عن إيه Cosine Theta هو عبارة عن الماجنيتيوب بتاع الـ Adjacent Angle على الـ Hypotonis فهنا الـ Hypotonis واللي انا انا قصلا عايز اوصل له اللي هو المجنيتube بتاع Vector y ده اللي هو الادactic بس فانا ببساطة انا معايا الانجل انجل اللي مبيني oleh 2 vectors وكمان معايا المجنيتube بتاع فيكتور A فانا خلاص لانا معايا الاثنيين دول اقدر ببساطة اعرف اجيب اللي ايه اعرف اجيب المجنيتube بتاع اسمه ايه دة? اعرف اجيب المجنيتube بتاع ال projection بتاع اللي هو المجنيتube بتاع U ماشي? فاني اول طريقة اقدر احسب بيها طيب حد دوت و Acc�� يمكن 6 يقول لي مين قل لك ان انت معاك الاشخاص مين قال لك ان انت معاك الانجل اللي ما بين ايه و بي. مش ممكن يا statue ديت فook مش معاي. قلت حتى لو دي مش معاك فخلص احنا اسكيد معاي elevictor ايه? مايا في الم انا معايا فيكتور ايه? ومايا في الم انا معايا فيكتور بي ليه? لان انا اصل ال hazır is to be a wan vector genetically W vpecto r b. فده معنى ان انا لازم يكون معايف factor اه ومعانا الفيكتور b مش انا عارف ان انا عشان حدر اجيب ال 두 vectrs مش انا عارف ان a dot b هي بتساوي ماجنيتيود ال a في ماجنيتيود ال b فيالعين الانجل اللي ما بينهم صح؟ صح؟ فانا لو خلاص ممكن اجيب وساعتها بقى خلاص انا ساعتها ايه؟ ف decorate لان نفس الايكوشن اللي انا كنت شغال عليها يعني اللي اين بتاعت الماجنيتيود فانا خلاص انا دي بعتي ممكن اقول خلاص والله كوزاين ثيتا كوزاين ثيتا هي بتساوي ايه? بتساوي الا دوت بي فيكتور ايه دوت فيكتور بي على مجنيتود الا في مجنيتود البي بعد ايه كده اول خطوة انا جبت الا اول خطوة انا قدرت ان انا جيب الكوزاين ثيتا بعد ما اجيب الكوزاين ثيتا انا عايز اجيب المجنيتود بتاعي يو مجنيتود اليو هو هيساوي ايه? هيساوي مجنيتود الا مجنيتود الا مضروف في الكلام اللي انا ايه لسه جايبه طبعا لو وضربت ماجنيتوود ايه في الكلام ده اللي هيحصل ايه هتلاقي ان الماجنيتوود ده هيشيل الماجنيتوود ده فيطلع ايه في الاخر? وتلاقي دايما ان انت عشان تجيبي يعني الماجنيتوود بتاع اليو هو هتلاقي دايما ان هو عبارة عن ايه? empowered ama between two factors اللي انت عايز تعمل لهون projection على بعض على magnitude الفيكتور اللي انت بتعمل عليه يعني انا دلوقتي بعمل ايه? انا دلوقتي بعمل projection ليه على بي طبعما بعمل projection ليه على بي يبقى انا هعمل một product ما بين ال a و b هو بي فده هجيبلك المجنيتجوت بتاع مين المجنيتجوت بتاع البيكتور اللي ايه اه البيكتور يعني ده دي عمل حاجة طب والديريكشن الديريكشن انا عارف ان هو في نفس الديريكشن البيكتور برضو اللي هو ايه في اتجاه البي يعني بس فا وفي انا تقريبا دي سكويرد انا لسيتها ثانية واحدة ثانية واحدة كده عشان انا حقيبا في حاجة عملتها غلط رد اه غلط هو بس انا في دلوقتي لما في الاخر خلص بقى اكون اعايز اجيب الايه? اكون اعايز اجيب الفيكتور بتاعي. فهو الفيكتور بتاعي عبارة عن ايه? الفيكتور بتاعي عبارة عن ماجنيتود اللي انا وجبته. مضروف في ايه? مضروف في اليونت فيكتور اللي انا واقف عنده. طب انا اليونت فيكتور بحسبه ازاي? اليونت فيكتور عبارة عن الفيكتور بتاعي. اللي هو على الماجنيتود بتاعه. ماشي? فعنا تلوقتي خلاص انا تلوقتي بقيت عارف الماجنيتود بتاعي. اللي هو ويده البي على المجنيتيوب بتاع البي ماشي انا لو عايز اجيب الفيكتور محتاج اضربه في ال ايه محتاج اضربه في اليونت فيكتور بتاع البي اللي هو البي على البي البي على المجنيتيوب بتاع البي فانا لو ضربت في البي على المجنيتيوب بتاع البي انا كده عندي اثنين مجنيتيوب بي تحت فالثنين مجنيتيوب دول يطلقوا لي ايه يطلقوا لي بي سكوير تمام بي سكوير فانا كده في الاخر عشان دايما يعني قاعدة عامة بقى في الاخر دايماً هستخدمها. ده انا عايز اجيب البروجيكشن. ماشي? البروجيكشن بتاع ال-A على الفيكتور B. ده انا اقدر احسيبه ازاي? اقدر احسيبه ببساطة ان انا هقول ال-A. ماشي? دوت ال-B على مجنيتودي ال-B-Squared. ماشي? ال-B-Squared. ترام? فانا اصلاً ليه بقول لك كل الكلام ده لو انت اصلاً فاهم البروجيكشن? خلاص يعني escape الفار ده. انا بس بقول لك الكلام ده عشان احنا الكلام ده هنستخدمه في الكاميرا السلايد الجايين. فعايز ان انت بس تبقى ايه? دايماً فاهم ال-Aquations بالضبط ماشي ازاي. ماشي? فده كده ال-Aquation او ده كده شكل ال-Aquation احنا نستخدمها عشان نجيب projection of vector A على ايه? indirection of vector A of vector B. طيب تعال ما نخش على دلوقتي لو انا عايز اجيب ال-Distance ما بين point في ال-space و-plane. انا دلوقتي عندي اي plane اهو. ماشي? وعايز اجيب distance عندي point هنا كده. وعايز اجيب المسافة ما بين ال-point ما بين ال-point دي وال-plane دي. ماشي? طب انا عشان اعمل كده محتاج ايه? محتاج اتليست one point تكون موجودة على ايه? على ال-plane دي. ونختار مثلا انها اسمها x1. تمام? اهو يقول لك والله if we have a point P1. اللي ها فين? اللي ها ال-point دي. ماشي? اهو. in the space. we need to compute the distance between this point and the plane. this distance is a vertical height which is denoted by ال-distance دي. يعني ايه? يعني انا شايف المسافة دي. تعال نمشي بالزبط على نفس الخروف عشان ما نطلق بطش. تعال انا افترض انه لا يسمو P1. ماشي? تعال انا لا يسمو P1. اهو ماشي. انا عايز احسبيه. عايز احسبي مسافة ما بين P1 وال-plane. فالمسافة دي وانا افترض ان اسمها دي. هل? فهو بيقول لك ايه? بيقول لك انا عشان اعمل كده انا محتاج اجيبي المسافة دي. طب انا اقدر اجيبي المسافة دي. ما اقدرش ليه? لان انا ما عارفها. انا ما عارفها خلاص ما فيش المشكلة اصلا. فبيقول لك والله انت عشان تعمل كده محتاج يكون عندك اي point على الايه? اي point على ال-plane اللي انت شغل عليه. والنفترض ان هي ال-point دي ودي اسمها ايه? P0. ماشي? طيب. وبعدين بيقول لك والله انا انا عايزك ان انت بعد ما تجيب ال-point اللي هي P0 دي انا عايزك تروح تحسب لي المسافة ما بين تجيب لي فيكتر في اتجاه ال-P0 لل-P1. يعني ايه? يعني روح اترق P0 من P1. فانت هتجيب فيكتر بالشكل ده. تمام? فبقى معك الايه? بقى معك فيكتر بالشكل ده كده. طيب. وبعدين. فانا انا اولا كده انت ملاحظ بالك ان اواخد بالك ان انا كده معي ايه? اكن معي two edges من ايه? من triangle. فانا خلاص لو لو يدرت اجيب مسلا edge كمان كده. خلاص يبقى انا ايه? يبقى انا اه full انا اقدر اجيب الرقم ده بسهولة. لو انا معي الفكتر ده مسلا معي الفكتر ده فخلاص ده سهل او اجيبه سواء مسلا بالكوزين او sign او اي angle هستخدمها بالtrade. يعني هعرف اجيبها. طيب. هو بيقول لك ايه? بيقول لك اول خطوة خالص روحت لي ايه? روحت لي فيكتر في اتجاه الpoint من الpoint اللي على الplane. ليه ايه? ليه الpoint اللي انت عايز تحسب عندها. دي اول حاجة. طيب وبعدين بيقول لك والله عشان محتاج حاجة كمان. ايه بقى? محتاج يكون عندك ايه بقى موجود على الplane اللي انت عايف عندي ده. طيب وبعدين بيقول لك بقى عشان تعرف تحسب المسافة دي. انا محتاجك تعمل ايه? محتاجك تعمل البروجيكشن. هو بقى ده الهدف من البروجيكشن انا كنت باشرحولك من شوية. ان انت عشان تقدر تعمل تحسب المسافة دي. انا محتاجك محتاجك تعمل ايه? تعمل لي برويكشن للفيكتر اللي هو البربنديكولال على الplane. اه على الايه? الفيكتر اللي هو رايح من الpoint اللي على الplane للpoint اللي عندك. تمام? استانيك كده عشان ايه? انا حاسس ان انا اضغبطك. انا بس ننسى الكلام ده كله. ما يكسحش ديه. اه ماشي اه غالبا الاستيكة دي مش هنا. ساني يا اهلاك اهلاك اهلاك. عشان ايه اوش اهلاك عليه بشكل اهلاك يعني. بص دلقتي ايه انا عايز اعمل ايه? انا دلقتي عندي بلين اهو. ماشي. وعندي point هنا ونفترض اسمها P1. الpoint ايه. انا دلقتي كل هذا في اعمل ايه? انا عايز اجيبي ال distance ما بين P1 والplane اللي انا عايف عنده دي. ونفترض ان اسمه دي. ماشي? واللي معي ايه? كل اللي معي انا معي بتاعت البلين كده كده. ومعي point. الpoint دي موجود على ايه? موجود على البلين. الpoint دي انا اللي افترض اسمها ايه? P0. فانت باقي اعزك تعمل خطوتين اساسية. اول خطوة يعبارها عن ايه? اول خطوة انا عايزك تروح تجيب اي perpendicular vector موجود على ايه? موجود على البلين ده. ماشي? والطلقه من عند الpoint zero دي. فده دي اول خطوة خلاص تعمل. طيب وبعدين. وبعد كده عايزك تروح تعمل ايه? عايزك تروح تجيب ايه? عايزك تروح تجيب فيكتور في اتجاه او يعني انت معاك point هنا اللي هي P0 معاك P1. هاتلي الفكتور اللي ما بينه. اللي هو عبارة عن ايه? اكي انك بتطرح ال P0 و P1. تمام? فده الفكتور ده هيكون اسمه ايه? هيكون اسمه P0-P1. او غريبا مش هيكتب برا ما علي انا ماشي. فكده دول ايه? دول الخطوتين الاولين اللي انت ايه? اللي انت تعمل. بعد ما بتعمل كده بتعمل ايه? بتروح تعمل بتروح تعمل للفيكتور ده. يعني ايه ثانية واحدة كده. وقت انا عايز اعمل ايه? انا كل انا محتاجه بعد وقت ايه? انا محتاجي اجيب الايه? هجيب برضو الده عشان اقدر اقفل الايه? اقدر اقفل الترايانجل بتاعي واقدر منه اعرف اللينس بالزبط اللي انا ايه? اللي انا محتاجه. طب هو برضو في حاجة هو اصلا البربنديكول للاين ده. هل هو البربنديكول للاين ده بيسوي الده عشان بس ما لتلحبطش ورضو. انا نمسى هاي كده. ده ببنديكول لر فيكتور ده طالع يعني. بكمل كده. ده طالع مكمل كده ماشي? فانا بالزبط انا عايز اديه. لو انا عايز اجيبي الده فهو انا اقدر اجيبي اقول ان الده هتسوي ده كده 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 هيكله ايه? هيكله فانا السايد ده هيسوي ايه? هيسوي السايد ده. فانا لو قدرت اجيب اللينث ده. اقدر هانا اقول خلاص انا بقى معايا mestvence اصلا. فانا عشان عشان اعمل كده محتاج اعمل ايه? محتاج اعمل توفيكتور ولحت افترض ان البختور ده هنتسميهي مثلا فيكتور مات سي مثلا. ماشي? فانا ان عايز اعمل فيكتورونSHي على اللي هو البربنديكول على البوينت بتاعكي. لو انا عملت كده فخلاص يبع ساعدها ايه اللي يحصل اللي يحصل ان المجنيتيود بتاع البوينت الفيكتور هو ده هيكون impact هو ده هيكون الديستنس بتاعته تاني أنا دلوقتي عشان أنا لو معايا point فوق في الspace ماشي ومعايا plane ومعايا point على الplane أنا دلوقتي لو عايز أجيب الديستنس ما بين الpoint اللي في space والplane بتاعته أعمل إيه أول خطوة خلص تعمل إيه أول خطوة خلص هتروح تجيب perpendicular vector من الplane ده أي perpendicular vector على الplane أو يعني مش أي واحد اللي هو اللي طالع من عند الإيه اللي طالع من عند الP0 ده أول حاجة طب تاني حاجة تاني حاجة هتروح تجيب الـ vector اللي ما بين الpoint اللي على الplane والpoint اللي ايه والpoint اللي انت عايز تجيب من عندها تجيب عندها ال distance دي تاني حاجة اللي هو ال vector c ده ماشي وبعدين وبعد كده عايزك تعملي بقى projection vector c ده على ال perpendicular ايه على ال perpendicular vector اللي انت جيبه طب أنا لما عمل كده إيه اللي هيحصل المجنيتود بتاع ال projection vector اللي هيطلع لك وما بين الplane بتاعك ماشي فده ايه ده كده بس ركاب على ازاي ان احنا كنا بنقدر نحسب المسافة ما بيين اي point في ال space والA والplane تمام برضو بقول الكلام دي عشان برضو هستخدمه في ال SBM يعني ماشي ماشي طيب فانت برضو خلاص بقيت عارف اننا لو ما عايز اجيب مسلا projection فانا عمل ايه اعني عايز اجيب projection معايا two factors A و B فانا عايز اجيب projection بتاعكم فانا بعمل projection على مين بعمل projection على ال A بما اني بعمل projection على ال A خاني اعلى كده بما اني بعمل projection بتاعه على ال A فيبقى انا هاقول ال projection بتاعه هو عبارة عن A هو عبارة عن A dot B مضروبة في مين مضروبة مقسومة على A مقسومة على magnitude ال A square ماشي فده ده ايه ده اللي احنا بيطلع بيها يعني اا ماشي هو ايه ما بيرم متحركش دين اا ماشي هو ده اللي انا كنتبه ايه بقوله لك جان هو ده ال Vector بتاعنا وعبارة عن A dot B على ايه magnitude ال Vector اللي انا معهم projection على B square والانتكار وال Direction بتاعه بيكون ايه Direction بتاع ال B اا ماشي طيب ده كل الكلام اللي احنا كنا من فيه ده او كل الكلام اللي كنا متكلم فيه ده كان ايه out في المخاضر بتاعتنا اصلا ده كان بس ايه على ايه revision على ازاي بنعمل projection وازاي بنحسب المسافة عشان هو ده اللي احنا حرفانا هنعمله ايه في المخاضر ايه طيب هو بساطة بيقولك ايه انا بما اني عايز احسب المرجن فانا عايز اعمل ايه عايز اجيب المسافة ما بين كل الpoint اللي في الspace عندي ما بين ما بين الplane بتاعي واخد المانوم بتاع شوال بالزبط نفس اللي انا بقوله لك طيب تعال نشوف باية من الكلام ده ازاي بقولك والله ازاي ايه ماشي هي دي اللي انا محتاجها عشان اقدر ان انا احسب المسافة ما بين اي point وي ايه والplane بتاعي بقولك والله اخد اي point x على الhyper plane ده اول حاجة خالص انت عندك ال ايه الpoint اللي انت عايز تحسب منها ال distance دي اي point عندك في التاني حاجة هتروح تجيب الpoint اللي موجود عندك فين اي point موجود عندك على الhyper plane ماشي انت اكيد كده كده معاك على الhyper plane حلو وبعدين احنا قلنا عندنا خطوطين اسين نعملهم اول حاجة خالص عايز اجيب الhyper plane مش هكت لسه بقولك ان ال weight vector اللي معاك هو دايما هيكون الhyper plane اللي انت هتطلعه احنا اتفعنا من الكلام ده من ال stride اللي فاتت فخلص يبقى اول حاجة معاك الhyper معاك الاتجاه اللي انا عايز وبعدين وبعد كده خلاص روح اعمل بقى لل vector اللي انت لسه جايبه ده على ال weight vector فده ساعتها هيطلع لك هيطلع لك distance مبين ال point دي هيطلع لك ده افترض معاك ده كده وصل فهو يطلع لك ده طب ما ده بيساوي ده لانه ده زي rectangle فانا لو قدرت اجيب ال weight ده خلاص انا كده جبت distance فهو ال weight ده بالنسبة لها يبقى عبارة عن ايه هيكون عبارة عن magnitude بتاع ال ايه بتاع projected vector ماشي هيكون magnitude بتاع projected vector بتاع ماشي فهو ده بالزبط اللي احنا هنعمله طيب انا دلوقتي بعمل انا دلوقتي بعمل projection يعني انا خلاص راحنا اجيبنا ال x n minus ال x ده راحنا اجيبنا ده بالنسبة لي vector ماشي دي اول حاجة وبعدين انا دلوقتي يبقى معي vector ده صح صح طبعا انا عايز اعمل ايه عايز اعمل على مين على ال و صح صح يبقى انا دلوقتي لما هاجي اجيب ال value او حسب ال distance هل هيعبارة عن ايه هل هيعبارة عن هل هيعبارة عن ايه بص هو بيقولك انه هي تبقى magnitude لان زي اقول مين بقى magnitude اللي هو ال w t dot product مع ال x n minus x ده بالزبط اللي هو اكنك بتعمل نفس ال equation اللي احنا كنا منتكلم فيها يعني تهم ال w t ده او و و ترانسفوز ده عبارة عن ايه unit vector في اتجاه ال w ماشي لان احنا كنا بنتكلم ان انا رأيت فين هنا مسلا لما كنت جينا نجيب لما جينا نجيب ال vector بتاعنا فكننا لازم ناسم ايه او بنضرب في unit vector بتاع اللي احنا بنعمل عليه ال ال b دي بالنسبة لي ال ماشي تاني حاجة انا محتاج ان انا اعمل ايه اعمل لهم زي dot product ما بينهم يعني فانا لما هعمل كده بص اللي هيحصل ايه لما هعمل كده هيبقى عندي equation ال w transpose مضروح في vector اللي انا ايه ال vector اللي انا هطلعه ماشي ايه انا وقفت عشان بس في حاجة حسين ان انا اقلتها غلط ماشي هو وردو في حاجة انا يعني قلت ايه لحد ما غلط بص انا دلوقتي عايز اعمل ايه مش هنعايز اروح اجيب المagnitude فانا اطلع كده two slides فانا دي مش هنما كنت عايز اجيب المagnitude بتاع vector اللي انا اجتغل عليه ماشي ايه ماشي لما انا كنت عايز ايه مضروف في بتاع البي صح ووه ده بالزبط اللي احنا عمله انا ايه بالنسبالي دي اللي هو عبارة عن x n minus x ده اللي انا عايز طيب اللي هو الW صح فانا الW بالنسبالي لو عايز افكها بقى عايز اخليها unit فيكتور فهقسم على ايه المagnitude بتاع الW بتاعها صح بس فهو ده بالزبط المagnitude او ده اللي انا عايز ايه عايز اوصل الله فهو ده بالزبط اللي احنا عملناها هنا رقناها فين اه انا ده بالزبط اللي اعملت هنا انا دلوقتي عندي الW transpose هضربها ايه في x n minus x تمام والW transpose ده اللي هو عبارة عن ايه اللي هو عبارة عن انا minus x ده على الW فإحنا كنا منقول ايه لو انا عندي ان ده الB وده الA فهنا كنت بقولك ان انا هاخد الA اضربها في الB واسم على المagnitude بتاع الB ماشي فبالزبط اللي يحصل ايه هيبع عندك x n minus x مضروف في الW مقصوم على W ده اللي هو فكتور يعني مقصوم على المagnitude بتاع الA بتاع الB فهو ده بالزبط نفس المعادلة اللي احنا ايه احنا وصلنا لها هنا ماشي اللي احنا وصلنا لها هنا ايه دي ماشي اللي هي المعادلة اه تمام اتمنى انه كده يكون ايه كله وصله اللي هي مضروء اللي هي الW على magnitude الW ماشي تأكيد واخد بالك من حاجة زي كده فلو عرضنا هتلاقي ان انت وصلت الA بالنفس المعادلة دي طيب وبعدين بعد كده بدأ ان هو يفك بقى المعادلة هيدخل الW تي دي جوه هنا وهنا فهيبع عندك W transpose مغروف X N minus W transpose A minus W transpose A X وطبعا كلهم معسومين على magnitude فهناخذ magnitude بر ماشي ماشي طيب وبعدين وبعد كده انا عارف ان الX دي دي point على plane وانا عارف ان المعادلة اصلا بتاعة plane عبارة عن W transpose X ماشي W transpose X equal ثانية واحدة كده مفوض انها W transpose X plus B equal 0 صح فيبقى انا عندي W transpose X بتساوي negative B يبقى انا اقدر اشيل W transpose X وحط مكانها B negative B فبما ان فيه negative فيبقى negative negative positive فيبقى انا اقدر اقول ان انا عندي W transpose X دي اقدر اشيلها وحط مكانها ايه احط مكانها negative B فانا اقدر ايه اطلع ايه ال positive انا انا عندي W transpose X N plus B ماشي طيب وبعدين W transpose X اللي N B انا عارف ان هي بكام استنى كده ماشي انا دلوقتي وصلت لإيه وصلت ان انا عندي distance لX N which بتسوي واحد على magnitude W في A magnitude W transpose X N plus B ماشي دي كده المعدلة اللي انا ايه اللي وصلت به فدي اي دي اللي المسافة ما بين اي point في space اين وكانت اي point حرفيا ومين W بتاعك انا دلوقتي عايز اعمل ايه عشان احسب margin عايز اجيب المانيموم عايز اجيب اقرب point عندي في space فانا محتاج اعمل ايه الéquation اللي اوصلت لها دي هجيب المانيموم بتاع انا لو عايز اجيب المانيموم هيبع عندي ايه واحد على المانيموم الماجنيتود ده مش انا كنت لسه من كام slide كده فات وكنت عارف راه تفهم اه ان انا بما اني وصلت الهايبر plane فالهايبر plane ده معناه ان كل الpoint حصل لها classification بشكل صح انا قلنا كده طب بما ان كل الpoint حصل لها classification بشكل صح مش انا لو ضربت الgolden output في الéquation بتاعت transpose اللي فات تديك وانا عايز absolute يعني زي magnitude اللي هو absolute value اللي هو composite برضو صح فانا اقدر اشيل absolute وحط مكانه الاي وحط مكانه الاي اكوشن دي انه زي ممتد كل ال classification متاعنا معتمد ان انا بعمل classification بشكل صح لكل ال ال points بعد تمام فانا هتلاقي انه استخدم الاي استخدم الاي بدل ما كان عندك magnitude value اللي انا عايز ايه لا انا هحط الاي طبعا اصلا اللي احط ال لان بوساطة ما نفعش distance اطلع بnegative انا عندي point هنا في space فلازم distance تكون ايه ماشي طيب وبعدين وبعد كده هتلاقي انه ايه هنا ايه كل اللي هو عمله انه راف اه حط بدل المجمي تيود ده حط الايه y n في ال equation دي فده برضو ايه انه ده كده ما اخليش باي حاجة في equation بتاع طيب وبعدين وبعد كده لما هكتلع ال و هي عندك minimum y n w plus b الاي equation دي ما بتفكرك بحاجة بتفكرك بتفكرك باي بتفكرك بال equation دي اللي احنا كنا لسا مطلعينا ان minimum هو n y n في x n plus b ده اللي يعبر عن ايه اللي يعبر عن distance ما بين اقرب point عندي في ال space و ال hyper plane بتاعي بعد ما عملت normalization فساعية هتطلع ايه هتطلع بواحد وده عشان كده عمل normalization عشان يسهل علينا equation فهتلاقي point عندي وال hyper plane بتاعي هي عبارة عن ايه واحد على magnitude اللي انت ايه اللي انت طلعت يعني تمام فده ببساطة او مش ببساطة ده كده قدرنا ان احنا نوصل لشكل equation the closed form للمسافة او ازاي ان احنا نقدر نحسب المرجن لاي اي اي plane احنا طلع باستخدام الاي استخدام انا اي plane اقدر اطلعه اروح احسب ال value دي عشان اعرف ايه عشان اعرف المرجن اللي هو المرجن ده سعيبها وما بينه وما بين اعرف point يعني انا مثلا هنا طلعت ال plane ده فانا روح اعمل ايه ال plane ده مطلع لي ويت فكتور هروح اجيب الواحد على ويت واشوف بكام هيطلع لي برقم ماشي الرقم ده هو يكون المرجن ما بينه وما بين اعرف point فانا هاعرف من المرجن ده مسلا ان الرقم ده يكون رقم صغير افترض 0.5 بس هنا افترض ان المرجن يكون كبير شوية افترض 2 هنا المرجن كبير شوية يكون 5 وكذا ماشي طبعا دي arbitrar for clarification مهم يعني بس فانا كده ايه فانا كده قدرت ان انا دايما اي hyperplane اقدر اطلعه اعرف بيه اعرف بيه المسافة او المرجن اللي اطلعه ماشي ماشي خلينا نوقف الفيديو ده هنا ونكمل الفيديو تاني عشان انا نقسم الفيديو ده طوال حد بقى